إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ستقام بمدينة زيورخ السويسرية هتجرى قرعة كأس العالم للأندية 2021 واللي هتقام إن شاء الله في الإمارات برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشارك النادي الأهلي كبطل عن قارة إفريقيا وكالعادة يعني نالت الإمارات شرف تنظيم كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أن نظمتها عوام 2009 و2010 و17 و18 هتقدم الحفلة المديرة والصحفية ثمنتها جونسون على أن يجري القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خيمة يارزا بمساعدة قائد تشيلس السابق والحائز على العديد من الألقاب وأسطورة الفيفا جونتيري اللي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا الأندية المشاركة في هذه البطولة هي الهلال السعودي اللي بنقوله ألف ألف مبروك بيفوزه ببطولة دوري أبطال أسيان بارح بس الحقيقة استطاع أن يفوز وسيكون متواجد في كأس العالم للأندية في 2021 في الإمارات والأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في 2021 ومنتيري المكسيك بطل دوري أبطال كونكا كاف في 2021 وبطل نهائي كوبا لبراتادوريس 2021 سيكون بين فلامينجو البرازيلي وبالميراس البرازيلي وأوكلاند سيتي نيوزيلندا الذي تم ترشحه من قبل اللجنة التنفيذية في الاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بعد إلغاء دولي أبطال أوقيانوسيا 2021 وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنجليزي طبعا والجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي لموسم 2020-2021